نظم المجلس الأعلى للعلوم وتكنولوجيا بدعم من الاتحاد الأوروبي مؤتمرا لدعم الإبداع والأفكار الإبداعية والمبدعين في المنطقة والمؤتمر الذي افتتحت أعماله اليوم هو إحدى ثمار التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن من خلال مشروع دعم البحث والتطوير التكنولوجي والإبداع في الأردن ومشروع متسبرينغ ويشارك في هذا المؤتمر الذي ينعاقد على مدار يومين 25 من أصحاب الأفكار الإبداعية من دول حوض البحر الأبيض المتوسط للمنافسة في مصابقة يورو مدهكات للأفكار الإبداعية ضمن المرحلة النهائية وسيتم توزيع المشاركين ضمن فرق للخروج بأفكار إبداعية لبعض المشاكل المتعلقة باغطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة خلال 24 ساعة لاختيار ثلاثة فائزين لدعمهم في تطوير وتنفيذ أفكارهم اليوم في عنا حوالي 25 من أصحاب الأفكار الإبداعية سيتم تقسيمهم إلى فرق وسيتم الطلب منهم الخروج بأفكار إبداعية لبعض المشاكل التي تركز على قطاع الغذاء وقطاع الأمن الغذائي ترجمة نانسي قنقر